لكن ودي جو زي انا ذكرتها في الفترة السابقة وبأكد عليها تاني اللاعب الحر تستطيع ان تقيده في اي فترة زمنية على مدار الموسم دون التقيد بفترة الانتقالات سواء الصيفية او الشتوية لكن نتيجة ان القائمة عندك فيها 30 لاعب فبتنتظر ليناير عشان يتم الاستبدال بتشيل اسم اللاعب وابتضع اسم كهربا طب قائمة الاقل لو كانش 30 لاعب كنت تقدر تأيد كهربا في اي وقت منذ ان تم التوقيع والتعاقد في 9 ديسمبر الماضي لانه لاعب حر وعلى السيستم تيم اس هو لاعب فري لاعب حر اللاعب الحر بتضع العقد او بتضع كل شروط التعاقد مع اللاعب على سيستم تيم اس بدون تدخل اي عنصر بشري سواء في القيد او عدم القيد ده امور الاتحاد الدولة عملها الالكترونية بيتم القيد فيها بشكل سهل وسلس وبسيط بتضع العقد العقد مؤرخ في الفترة الزمنية الحالية بعد ما بتضع العقد على السيستم تيم اس تقدر تأيد اللاعب وبالتالي بترسل البطاقة الدولية من النادي اللي كان مقيد في صفوفه في اخر فترة قيد تصل البطاقة اللي تقيد في صفوف النادي الجديد في شهر يناير الجاري هذه العملية كانت ممكن تتمي خلال اليومين اللي فاتوا او قبل انتقالات يناير لو ما كانش الاهلي مكمل قيمته ل30 لاعب لكن النادي الاهلي عشان قيمته ل30 لاعب ويتم استخدام بند الاستبدال انتظر القيد حتى يناير لكن لو ما كانش مكمل القيمة ل30 كان قهرباء يتأيد في قيمة الاهلي يوم 10 ديسمبر وقبل انتقالات يناير بعشرين يوم لانه لاعب حر لاعب فري اخر تيم اس وترانسفير كان مع الفريق البرتغالي خلال الشهور القليلة الماضية فترة القيد مستمرة حتى 31 يناير والحالة الوحيدة اللي تمنع اي نادي من قيد اي لاعب لو النادي عليه مستحقات للاعبين اي مديونية اخرى في اي بند اخر غير مستحقات اللاعبة لا يجرؤ اي اتحاد محلي ان يمنع قيد اي لاعب في اي نادي لان الامور المتعلقة بالقيد تلغى فقط وتتوقع اذا كان النادي عليه مستحقات لاي لاعب ده في شروط القيد معروفة لكن انت لو عندك مستحقات في بس فضائي عليك مستحقات في اي امر اخر هذه المديونية لا تلغي القيد ولا تمنع القيد لاي لاعب في اي نادي خلال انتقالات يناير او حتى في الانتقالات الصيفية طبعا بند الاستبدال البند معروف واللايحة معروفة وما فياش اي تغيير خلال الفترة الجاية والكل بيحترم بالتأكيد النظام اللي وضع اتحاد القرى منذ البداية لان ده شيء مهم جدا لازم احترام اللوايح لان مبدأ تكافر الفرص مهم جدا لكل الاندية منذ بداية المسيم